السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا العزاء في كل جمهورية مصر العربية احنا قررنا نعزمكم على حاجة حلوة انا مبارح رحت كلت في مطعم وكلت ماشنكاح وبالمناسبة قلت لازم كل طلاب الجمهورية ايه يأكلوا معنا ويجربوا الماشنكاح حادي فيكم ما يعرفش الماشنكاح ولا شفت علي المهم لما قالوا ايه عندك ماشنكاح هو ده الماشنكاح اقول اقولك انا بقى بعد تجربتي مع الماشنكاح ده ايه حادي فيكم كال القلقاس قبل كده هم اظن كلنا كالنا قلقاس او معظمنا كالقلقاس هو الماشنكاح ده عامل زي القلقاس ازاي هقولك انا هو بيبقى طعمه طعم القلقاس بس مزش شوية تمام وشكله شكل القلقاس ورحته تدي على القلقاس او بطاطس كده حبيتين يعني ده قريب قوي من ده تمام انا هجوم العاشري بتاع مواد فلسفية ايه اللي جاب القلقاس في منصة زيتوب بس يا سيدي القصة كلها دارت في ايه في ان احنا درس النهاردة عندنا حاجة اسمها الممثلة الاستقرائية يعني ايه ممثلة يعني بجيب لك شيء بمثل وقولك مثل الشيء الفلاني تمام فانا بحاول اقولك ايه ان الماشنكاح مثل القلقاس بجيب لك الصفات المشتركة ما بين ده وما بين ده طيب ايه هي الممثلة وكان ايه ازاي وايه اللي حصل وايه اللي استنتجناها من خلال الممثلة والعلم استفاد ايه ده اللي احنا هنعرفه في حسنة النهاردة فيلا بينا بس يا سيدي مكملين في الدرس التاني منطق وقفنا عند رابعا وبيقول لي هناخد حاجة اسمها الممثلة الاستقرائية واخد بالك قال لي الاحتمالية ليه عشان هي حجة طب ايه الحجة الاحتمالية احنا خدنا الحجة اما يقينية اما احتمالية ايه الاحتمالية قال لي يا مستر انت قلت لي في حاجة اسمها ايه استنباط وده يقيني وفي حاجة اسمها استقراء حل يبقى الاستقراء هو الايه الاحتمالي يبقى الممثلة الاستقرائية هي حجة استقرائية احتمالية تمام طب تعالي بعنا مفهوم الممثلة قال لي هي حجة استقرائية تعني التشابه أو التناظر ما بين ايه قال لي ما بين امرين او اكتر زي ايه زي المشنكاح قلنا المشنكاح بنقرنه بايه القلقاس هو بالسينة ولا بالصادة يا ولاد مش هتفرق بالسينة ولا بالصادة بسر المهم قلنا الهدف من المماثلة ايه قال لي الهدف منها ان انا بحاول اشرح لك امر غير معروف اللي هو المشنكاح عن طريق الاشارة الى بعض السمات يعني الصفات التي يشترك فيها هذا الشيء مع شيء اخر معروف لنا ايه الشيء الاخر اللي معروف لنا القلقاس وضحت وضحت ديبقى المماثلة الاستقرائية ايه بمثلك شيء بشيء ان انا اقول لك الصفات بتاعت الشيء ده المجهول نفس صفات الشيء ده اللي انت عارفه واللي انت دقته قبل كده واللي انت بالنسبة لك عايش فيه تمام حلو الكلام المسائل اللي عندي في الكتاب وموظم الكتب الخارجية بيقول لي ايه لو انت عمرك ما دقته قبل كده سمك السلمون وانا عايز اشرح لك يعني ايه سمكة السلمون او طعم السلمون واردت ان ابين لك مزاقه فان انا اقول لك ان مزاقه يشبه الى حد بعيد مزاق سمك البوري الذي سبك لك ان تناولته عدة مرات فانت كنت البوري قبل كده وعرفه لكن السلمون مكلتهش فانا عشان خاطر ابين لك السلمون بقول لك ايه شايف البوري اللي انت كنته قبل كده هو طعم قريب منه فالمماثلة هي حجة استقرائية تستخدم فيها تماسل بين شيئين لاستنتاج ان الشيئين يتماسلان في جوانب اخرى غير تلك التي نعرفها طيب بيديني مثال بيقول لي لو انا السيارة بتاعتي عالمية الصنح فيها مواصفات الف وباء وجيم ودالي طوله جميلة قالي والسيارات عالمية الصنح رخيصة السمن وتوفر الوقود ونادرة الاعطال وموصق فيها تلك تمام صديقي صديقي هيعمل ايه هيجيب سيارة برضو عالمية الصنح زي السيارة بتاعتي اذا من المحتمل ان هي هتكون ايه موضع ثقة يعني موفرة في الوقود رخيصة في التمن وموفرة في الوقود نادرة الاعطال ونوصق فيها ليه انا قلت من المحتمل عشان هي استقرائية رقم واحد يان علشان في صفات هنا ايه مشتركة ما بين العربية اللي انا ركبها والعربية بتاعت صحبي عالمية الصنع بس هل هي نفس الماركة بتاعتي مش عاره هل الماركة اللي هو هيجيبها دي زي الماركة او لونها او فيها نفس الموديل او يعني نفس الصفات بس بالنسبة كبيرة ان العربيات الايه بالنسبة الكبيرة ان العربيات عالمية الصنع بتكون قليلة في الاعطال وبتكون موفرة في البنزيل فعشان كده من المحتمل ان هي تكون موضع ثقة ما قال ليش يقينية بقول لي تعقيم النتيجة هنا كما هو الحال في الحج الاستقرائية مالها محتملة بدرجة كبيرة ولكن لا تصل ابدا لدرجة اليقين لان لو وصلت لليقين الى هيحصل بقية استنباط وضحت طيب بقول لي ملحوظة من الممكن ان تأتي النتيجة في بداية الحجة اه ودي قليلة جدا طيب ازاي يختبر الحجة بالممثلة الحجة اللي فيها ممثلة استقرائية باختر على الثلاث حاجات عدد الحالات اللي انا اقدر اقارنها وعدد الحالات المختلفة ذات الصلة والحالات المتشبهة يعني ايه انا النهاردة بقرب ما بين شيئين بقرب ما بين شيئين بقرب ما بين مثلا مثلا y و z حل طيب بقول لي ان انا قبلت خمسة y بيشبهه z حلو دي الخمسة طيب واحد تاني قبل خمسين انهي الاقوى الخمسة ولا الخمسين الخمسيني بقى عدد الحالات المشبهة اللي ما بينهم طيب انا شفت خمسين y لقيت فيهم 40 شبه z او لقيت 10 شبه z انهي الاقوى لما يكون 40 يبقى عدد الحالات المختلفة اللي بتختلف ما بينهم طيب ثم تلات حاجة عدد الحالات اللي اقدر ايه اقارن ما بينهم وبين الاتنين فالمقرنة ما بتتمش بشك اعتباطي بعدها بيكلمني في خامساً عن دور الاستدلال الايه الاستقرائي اللي هو التمثيلي في بناء العلم في الاول في الاول في الاول في الاول عايز اقول لك يعني ايه دور الاستدلال دور المنطق الاستدلال ده نوع من انواع المنطق لما قلنا المنطق علم الاستدلال دوره في ايه ها دوره في ايه قال لي الاستدلال الاستقرائي خليني واحدة واحدة الاستدلال الاستقرائي مش احنا قلنا الاستدلال الاستقرائي اللي هو بنتقل فيه من جزء لكل وبعمم هو ده اسمه التجريبي ده اسمه العلمي اه يبقى ليه دور فين قال لي في بناء العلم في بناء العلم بص يا سيدي التفكير والاستدلال ليه دور كبير جدا في بناء العلم والمعرفة المطرقمة اللي عمالة تزيد كل يوم عن التاني وتوصل لنا حد الزبادي طيب زمان كان فيه عندي واحد اسمه أرخيميدس أو أقليدس أرشميدس أو أرخيميدس الاتنين صاحب حصلت قصة كده ما بينه ما بين الملك الملك اللي كان بيحكم في الوقت ده مدينة سرقوسي المدينة دي كانت معاه فقال لي واحد سنع دهب تعالي قال له ايه قال له ان عايزك تمسك الكيلو الدهب ده تعمل لي منه تاج مفيش ولا قبل ولا بعده قال له ماشي راح واخد الدهب الخالص البيور اللي زي الفل وراح عامله تاج ولا قبل ولا بعده حاجة كده ايه واو الراجل اللبس التاج عجبه جدا وانظهر بيه بس جاجه واه شك ايه ان ممكن يكون الصانع بتاع الدهب ده ما عملهوش من الدهب البيور بتاعي وليكن انا مديله كيلو دهب فهو عمله تلات تربع كيلو وايه ضرب الربع تجيبه وعلشان خاطر يثبت لي ان نفس وزن الدهب هو نفس وزن التاج راح خالط عليه ايه مادة تانية انا حاس مثلا فعادي فكر التاج شكله حلو وانا عايز اعرف واتاكد الشك اللي جواه ده صحيح ولا مش صحيح اهدي دور في دماغه كده مالاش غير مين ارشميدس تعالي ارشميدس نعم مولاي قال له بص يا عم ارشميدس انا راح تديت ايه كيلو دهب لاخوك السايق ده وعمل حتة الايه التاج الحلوة دي بص كده ايه رأيك فيها حلو علي قال له جمدة جدا يا مولاي قال له طيب انا جواه شك بقى بيقول لي ان الدهب ده ممكن ميبقاش دهب بيور وانا مش عارف اعرف الموضوع ده ازاي قال له خلاص يا مولاي نسيح التاج الدهب هيروح لوحده والمادة الداخيلة عليها هتروح لوحدها قال له الله خرب بيتك يا ارشميدس التاج عاجبني انا عايز طريقة من غير ما اتمس بيها التاج نشوف طريقة مولاي وروح بيته يفرج شمال يمين يفكر فوق تحت الراجل الجنب مش عارف يجيب الفكر اعجيبها ازاي وانا سحر اعرف الدهب مخشوش ولا مش مخشوش ازاي ابو الصلو كده عارفه ازاي ده ده لازم يتنشر لازم يتسيح عشان نعرف الموضوع ده يبقى راح جاي ايه اخر مزهق قال لك ايه بلا تاج بلا ملك خلينا راح ايه استحمى واروق على حالي وبعدين ابقى فكر يبقى عام ارشميدس جاه جاب اناء اللي هو زي البانيو دلوقتي كده هو وما له ميا وجاء ايه يستحمى نازل في البانيو ليه ان الايه فيه حاجة اكتشافة ليه قانون الازح ليه ان الميا زادت بنفس وزن الجسس قال لي ايه راح ايه ما يجري وقال لك ايه هوريكا هوريكا ليه وجدتها وجدتها حلو وراح داخل على الملك وبعض الروايات قالت ان هو ايه ما دخلش بيهدومه كاملا الملك قال له يا احمر مرشميدس اظن اكتك تفعلها نسيت الحش بداخل تكلم b2gd بطح في مياش حال إن gehabtlijk ايه م المهم هنعميل ايه قال لك يا مولاي ان يجب الاقتصاد زيادا ايه مقتصاد يداخل الملك قال له لو اجبت كيلو خشب ايه ما ايخسر ايه ما تحصل لك انُ يرسم في المية حтьب داخلحها�ه قال له لو اجبت كيلو حديد وحطيته على وجش المياه ايه ايخسر ايه مقتصاد يقع عليها قال له يبقى المشكلة مش في الوزن المشكلة في الكسافة فكل مادة من المواد وكل خامة من الخامات لها كسافة معينة قال له مفهمتكش برضه وتعمل ايه قال له احنا هنجيب نفس الوزن اللي انت تديه طول الصناعي بتاعت الدهب ده اديت له اديه قال له اديت له كيلو قال له حلم احنا هنجيب كيلو كمان وهنحط ده في اناء وده في اناء وهنشوف وزنهم وزن المي هيطفو ولا مش هيطفو وزن المي هيبقى عامل ازاي وبنان عليه بنان على الكسافة هنعرف لو التاج نفس كسافة الذهب اللي انت بديوني دلوقتي يبقى الدونة تمامه زي الفل طيب لو مش نفس الوزن يبقى الصانع ده حراب يغشه وشكك كم في محله وبالفعل قدر يكتشفه ان الصانع عمل ايه غش التاج يقال بقى ان هو قطع رقب دقائيان كان بس دي مش قصتنا ان هو قدر يشغل دماغه ويبقى عنده استدلال ويماثل ما بين شيئين عشان يوصل في الاخر لقانون جديد وصلنا طبعا لقانون الطفو واختراع السفن وهو الاخر طيب ده المثال الاولاني والمثال التاني بتاع واحد اسمه البنجامين فرانكلين وده كان راجل سياسي مش فيلسوف طيب ده عمل ايه واقف مرة كده في بلكونة بيتهم والدنيا حلوة وجميلة شاف البرق عمال يظهر في السماء فقال لك ان فيه تشابه ما بين الومضاط بتاعت البرق دي وما بين الكهرباء يبقى هو انا اجرى ان فيه ايه تشابه ما بين الاتنين بيقول لي هنا كده لاحظ العالم السياسي الامريكي هو كان عالم وسياسي بتاع السياسة مش بتاع فلسفة قال للمجامين فرانكلين وهو عالم ومختارع ودبلوماسي يعني شخصية رئيسية في تاريخ الفيزياء حيث كان اكتشف بعض اوجه التشابه بين الومضاط الكهربائية وما بين البرق حلو وهنا تساءل هل هذا التشابه يعني ان البرق هو احد اشكال الكهرباء غير انه لم يقف عند مجرد التساؤل لقد اعتبر ان هذا فرضا علميا وهناخد يعني فرض علمي واتحقق منه حتى انتهي لان البرق بالفعل هو شكل من اشكال الكهرباء طيب هو ليه 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 مش كلنا بنقدر نشوف الشبه ما بين الشيئين ليه مش كلنا بنقدر نمثل ما بين الشيئين عارف انت كده مثلا انا النهاردة مفيش وسائل المواصلات خالص خالص احنا في عصر قديم مفيش في وسائل المواصلات وانا قلت عايزين نخترع وسيلة مواصلات بس مش عارفين هنعمل لها ايه عشان تمشي فاحنا مش هنخليها موجودة مش هنعمل لها طرق وما هتعمل لها ايه قال لك خليها تطير في السماء السماء مفيش طرق ايه يا فكرة غريبة بس هتعملها ازاي فالروح عاملين حاجة اسمها ممثلة يعني ايه اللي موجود من الكائنات الحية في السماء ها الطائر صح حلو يبقى انا هجيب حاجة شبه الطائر بالزبط القالة اللي انا عايز اخترحها وسيلة المواصلات اللي انا عايز اخترحها تبقى شبه الايه شبه الطائر فهتلاحظ ان الطيارة فيها نفسه مكونات الايه الطائر تمام كده طيب لو انا عايز القالة دي بقى تمشي تحت المية هتبقى عاملة ازاي فوق المية هتبقى عاملة ازاي وهكذا يبقى في كل مرة انا بعمل تشابه او تناظر ما بين شيئين شيء معروف بالنسبالي اللي هو الطائر او الحوت لما اخترعنا الغواصة وشيء تاني غير مقلوف اللي هو ايه اللي هو لسه في خيالي اللي اخترعها اللي انا عايز اعمله تمام طيب التشابه ده من بيشوفه قال لي ما بيشوفه غير العلماء والمبدعين والمفكرين يعني الشخص العادي ما يعرفش يشوف ده فبقول لي هنا كده انتبه انتبه الاستدلال الاستقراء التمثيلي ينطوي على شيئين ليس من السهل اكتشافهما ابدا وهو ما يميز من العلماء والمبدعين في انهم يتناولون شيئين منفصلين ويكشف ما بينهما من تماثل لم يلاحظه غيره ثم يتوصل الى مفهوم جديد لم يصل احد اليه قبله طب تعالى كده فعالى كده يعني ايه بيتناولوا ما بين شيئين منفصلين عرف انت الشيئين المنفصلين دول زي ايه زي الطفو اللي حصل لما عم ارشميدس نازل في البني وحصل طفو للماء اللي هو قانونه طفو الازاحة وما بين حاجة اسمها الايه التاج المغشوش سيادتك شايف ان ما بينهم علاقة لا انا شايف ما بينهم علاقة لا اه اه عشان انا مبدعين انا مبدعين يا عم انت مالا انا شايف ان انا مبدعين يا عم الله فالحتيتين دول بعد عن بعض قوي من اللي يدريك تشوفهم واحد عالم او مبدع زي ارشميدس احنا ما نقدرش نلاحظ فرح جاي عامل ايه اختراع حاجة ثالثة خالص زي اختراعات السفن فقدرنا نوصل لمفهوم تالت واختراع تالت وتطبيق تالت سادسا الاستقراء والمنهج العلمي في العصر الحديثي فتعال اقول علي كلمة منهج يعني ايه كلمة منهج ها يعني ايه كلمة منهج سيبه في منهج دراسي ده منهج الدراسي ده يا با لحب عارف انت مثلا كده لما يجي ايه خطيب الجمع يقول لك ايه ومن صار على نهجه الى يوم الدين وبتكلم عن مين عن سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ومن صار على نهجه يعني اتبع نفس المنهج بتاعه يعني مشي في نفس الطريق اللي هو ماشي فيه يبقى كلمة منهج معناها طريق كلمة منهج معناها طريق واضح حلو طيب المنهج ده منهج ايه علمي طب يعني ايه علم قال لي العلم عندي ليه معنى ايه ما لهمش تالي ايه المعنى الاول قال لي المعرفة المنهجية المنظمة حلو خط بالك بس هبنلعب المعنى التاني قال لي السعي نحو الوصول على المعرفة المنظمة قال له هنا معرفة المنظمة وهنا معرفة المنظمة طب بص كده قال لي والمعرفة المنهجية المنظمة التي نستخدمها بغرض يعني بهدف فهم الظواهر وتفسيرها زي ايه قال لي زي الفيزياء والكيمياء والفلك بحاول افهم الظواهر عشان اعرف اسبابها قلت له جميل قال لي تعالى بقى المعنى التاني السعي نحو الوصول على المعرفة المنهجية المنظمة دي ولكن باتباع قواعد اسمها قواعد المنهج التجريبي وهناخد المنهج التجريبي وقواعده حلو طيب المنهج التجريبي ده بيعتمد على ايه عشرة قال لي واحد الملاحظة اشوف الاحظ حاجة جريبة اتنين الفروض اخمن سمعت الصوت اه ده ممكن يكون صوت كذا ده ممكن يكون صوت كذا شفت حاجة اه ده ممكن يكون دي لها علاقة بدي يبقى اول حاجة الملاحظة اتنين افترض احط فرض تخمين مؤقت تلاتة اجرب عشان اتأكد يبقى واحد ملاحظة اتنين فرض فروض تلاتة تجربة حلو الكلام ده كله بيتمايز بيه بقى بيتمايز بيه المنهج قال لي المنهج التجربة بيتمايز بانه هو موضوعي يعني ايه موضوعي يعني لها علاقة النتيجة اللي بتطلع لي من خلال التجربة هي دي اللي بعتمدها النتيجة اللي بتطلع لي من خلال التجربة هي دي اللي بعتمدها لو واحد غير عمل نفس التجربة بنفس الخطوات هيطلع نفس النتيجة يبقى هي ما لهاش علاقة بأفكار شخصية ولا انتماءات ولا أهواء حلو يبقى اول حاجة بيتميز بها المنهج التجريبي هي الموضعية اثنين امكان اختبار القضايا قدر اعمل عليها تجارب تلاتة تكرار النتائج اذا ما اتبعنا نفس الشروط يعني النهاردة انا قلت لك هتعمل واحد دين تاتة اربعة شروط التجربة واحد دين تاتة اربعة حلو واحد تاني اتبع نفس الشروط يحصل على نفس النتائج واحد تالت ورابع وخامس عمل نفس التجربة بنفس الشروط يحصل على نفس النتائج جميل اربعة التنبؤ يعني ايه التنبؤ؟ اقولك ان من خلال التجربة انا متوقع يحصل كذا لو اضفنا كذا يحصل كذا لو شنا كذا يحصل كذا خمسة السيطرة عليها والتحكم فيها انا اللي بقرب يبقى انا اللي اقدر اسيطر واقدر اتحكم زي التجارة اللي عملها المسر بتاع الكيميا هنا في المعمل او هنا في المنصة هو اللي بيتحكم هو اللي بيحط حاجة على حاجة عشان تعمل انفجار بيحط حاجة على حاجة عشان تعمل اشتعال وهكذا طيب بكمل ايه مع بعض وهناخد منهج واحد اسمه فرانسيس بيكون بص يا سيدي فرانسيس بيكون ده عالم وفيلسوف كم نفس شوية من مين من أرستو أرستو كان شخص مفكر وكان حاطط نظام لكل حاجة وكان حاطط منهج في التفكير مسميه الأورجانون طوله جميل راح جاي عم فرانسيس بيكون جاي قال لك عم خنقتونا بقى خنقتونا بقى من أرستو بقى والتاريخ أرستو بقى ما كل واحد وليه زمانه بقى يعني خلاص أرستو زمانه فات خلاص بقى راحت عليه خلينا في الجديد يا عم اللي انت بتقوله ده ده أرستو قال لي يا عم بقى لأرستك بقى بقى لأرستي بقى لأرستو هو فيه يا عم وإحنا نفضل عايشين في عهد أرستو ده لحد إمتى ما خلاص عم أرستو كان بيقولك لازم تشوف وتلاحظ عشان تبدأ تبحث وتجرب إحنا النهاردة عايزين ننطلق عايزين نجرب نعمل تجارب جديدة عايزين نخترع طب هتعمل ايه قالك هعمل منعج جديد في التفكير حلو طب المنعج القديم بتاع أرستو كان مسمي الأرجانون انت تسميه ايه لازم تسميه حاجة مختلفة قالك اه هسميه الأرجانون برضه برضه ده انتم نفس بقى قالك اوي هو ما كانش حلو من جواه فرانسيس بيكون ده فقال لك خلاص هنقضي على الأرجانون القديم ونعمل أرجانون جديد حلو يعني ده اتفوشك القسامي اوي ملقتش غيره الأرجانون يعني اه هو الأرجانون بص اسي بيقولي على الرغم من ان الفيلسوف الانجليزي فرانسيس بيكون ينسب له المنهج الاستقرائي التجريبي بصورته الحديثة قد بالك من الحديث ده الا ان الحضرات الشرقية القديمة واليونانية لها دور برضه في المنهج ولقد ادرك بيكون الحاجة الى هو شايف ان احنا في حاجة الى ايه منهج جديد واداة جديدة يعني احنا عايزين أرجانون جديد ليه الأرجانون الجديد عم بيكون قالني عشان الكشف والاختراعات بدل من الأرجانون القديم بتاع أرستو خلاص بقى عما أرستو رحت عليك احنا دلوقتي في عصر المعرفة والمعرفة هي القوة دلوقتي اللي معاه المعلومة هو الاقوى ورفع شعار المعرفة قوة وقدم بيكون رؤيته الجديدة من خلال التمييز في منهجه بين الجانب النقدي وما بين الجانب الإيجابي اللعبة كله هنا بقى اللعبة كله في الحتة دي عم والجنون قال ان احنا فيه عندنا جانب في التفكير اسمه الجانب النقدي أو السلبي أو الهدي يعني ايه؟ يعني انت لما تيجي تفكر بتقع في خطأ من ضمن الأخطاء الأخطاء دي هو سماها أخطاء أو أوسان أو أصنام حاجات كده مش حلوة بنقع فيها فيه منها اللي بيتعلق بطبيعة الجنس البشري كله كل البشر وفيه منها اللي بيتعلق بكل شخص على حدا وفيه منها اللي بيتعلق بسبب اللغة والفهم الخاطئ لها وفيه منها اللي بيتعلق بسبب ان احنا رجحنا العطفة على العقل تعالوا بقى ناخد الموضوع وحدة وحدة في الأوهام أو الأوسان أو الأصنام اللي حددها لي فرانسيس بيكم بسا دي أول حاجة الجانب النقدي عنده اللي هو اللي انتقد بيكم طرق التفكير القديمة العقيمة القايمة على القياس الأرستي حلو وتحدثها عن العديد من الأخطاء اللي بيتعرض لها الإنسان يا إما بطبيعته يا إما بيتعرض لها أو بيقع فيها عن طريق التعليم والتنشئة تروح له وسماها إيه قال لي أطلق على هذه الأخطاء اسم الأوهام أو الأوسان أو الأصنام جميل طيب وأراد مننا أن نكون في غاية الحذر واليقظة اللي انت عايزني أكون حريص وليه عايزني أكون دايما مستيقظ قال لي لإن هي بتضللنا في العلم أو حياتنا اليومية في العلم لو أنت شخص عالم أو باحث أو فيلسوف أو مفكر ووقعت في الخطأ ده فبيضللك ولو أنت مش كده وإنسان عادي هتضللك برضو في حياتك اليومية لإن يخلي بالك الأرجانون هو أداة للفكرة مين؟ بتمنعنا من التفكير السليم لإنها بتخلينا نخش فين؟ في الاتجاه الخاطئ أول نوع من الأوهام دي اسمه أوهام الجنس اسمه أوهام الجنس البشري أوهام الجنس البشري مين اسمها كده؟ مين هو الجنس البشري؟ بني البشر عموما حلو طي ملا يقول لي جنس بشري معنى كده لما يقول لي أوهام الجنس البشري معنى كده أنه هو بيخص حد بعينه؟ لا ده بيخص الجميع ليه؟ الجنس البشري كله يبقى معنى كده أن الخطأ ده مش سيادتك بس اللي بتقع فيه لا زيادتّ هو غيرك وغيرك وغيرك من بني البشر يعني معظم البشر كلهم بيعوا في نفس لإيه؟ في نفس الخطر طب تعالى نعرف ايه هي اوهام الجنس قال لي اوهام الجنس هي ظاهرة بشرية عامة ظاهرة بشرية عامة ومشتركة بين البشر يعني طالما هي عامة ومشتركة بين البشر يبقى نقدر نقول عليها فطرية حلو ومتأصلة في تركيب العقل البشري ليه قال لي العقل بيميل الى ما يوافق غروري والعقل لا يوافق الا ما يرضي هواه زي ايه كان فيه مثل كده اقول لك ايه ربنا لما وزع الارزاق محدش عجبه رزقه ولما وزع لقول كل واحد عجبه عقله انا يا سيدي عقلي مفطور على كده انا عقلي جايلي بيقول لي ان انا مش هميل الا للحاجة اللي توافق غروري عايز اسبت وجهة ناظري انا عقلي مش هيبه لغير الحاجة اللي على هواه زي ايه الدينة امثلة كده بنقع فيها جميعا معظم البشر حاجة فطرية فينا حاجة ماشية مع الهوا والعقل قال لي التصرع في الاحكام بدون دليل حلو انا بتصرع في الحكم على حد وبتوصل على حكم على حد وانا ما عنديش اساس لده اتنين اتبنى رأيي لمجرد انتشاره وشهرته تريند التريند وخلينا نتكلم على مصر في مصر هنا اللي بيركب التريند المطرشم والمطرقع وانا الافريقي تدرس تسويق اربع سنين علشان تعمل خطة تسويقية وتعمل حاجة بقى اسمها براندنج وتعمل حاجة اسمها مش عارف انتشار واعورنس وتعمل كذا وخطة تسويقية وتحليل السوق وصوات اناليسس ودراسة المنافسين وتبصت ليه تريند لك ايه على البطارشم انا مجلبيا اللي ما بيشوفش ويجيب مشاهداته ايه اعلن ها هو ده واحنا كلنا ايه بانشيره ومعظمنا بيقلده وعادي الدنيا في اللذيذ يعني بس هي دي الفكرة اللي هي ايه التريند طيب التريند عم معادل معناها ان انا بامشي ورا اللي سايق الموجة رايحة فين وبامشي وراها بمعنى ايه جي مسلا كان زمان ايه لما تسأل مسلا على المدرس اقولك ايه هو المدرس ده شاطر ولا مش شاطر دلوقتي المدرس ده مشهور ولا مش مشهور صباح الفل صباح الفل صباح الفل قوي صباح الفل جدا وعزي تشوف التعليم في احسن حلاته يا عم صباح الفل بقى فالنهاردة من ضمن الاخطاء اللي بنوع فيها هي تبني رأي لمجرد انتشاره وشهرته او تبني شخصية لمجرد شهرته في بيت شعر عربي بيقول ايه وعين الرضا عن كل عيب كليلة الشخص اللي بينحاز لصديقه علشان خاطر هو صاحبه حتى لو هو على خطأ وعين الرضا عن كل عيب كليلة صاحبه اخويا الشئ اخويا صاحبه شيء ايه يبقى احنا على حق يقول له ايه يقول له انا ضربته وعورته وخمس غرس فوشه يبقى انتم اللي غلطانين احنا على حق هو كان بيدفع عن نفسه ويعمله كده واما حاجة اعمله كده اما حاجة قلت بتعلي انت اعمله كده يبقى انت بتتبنى رأي بدون علم ماشي معه ما يميل مع فطرتك وعينه غضا عن كل عيب كليلة ما بتشوفش بتشوفش العيب بتشوفش العيب بتشوفش العيب اللي احبه شفت انت المسه اللي بقولك ايه الارض في عمه غزالة ايه مش شافين هو ارض هي شافين هو غزالة حكمت بالعطفة وضحت الدنيا هنا واضحة طيب فعشان كده عم فرنسيس فيكم بينبهك وبقول لك يصحب بعد ازنك فيه اخطأ كتير بتقع فيها سواء انت كنت عالم فبتخش بتضللك في العالم اللي انت فيه او سواء انت مكنتش عالم وان انت عايش حياتك اليومية هي برضو هتخليك تفكر بطريقة غلط في حياتك اليومية فابوس دماغك ركز واخد بالك من الاخطاء دي اول خطأ فيهم هو الخطأ الشائع اللي ما بين البشر كلهم وده بيكون فطري ما بيكونش على انسان لوحده حلو زي ايه زي التصرف في الاحكام او تبني رأيه لمجرد شهرته واخد بالك هنا ان الاخطاء دي ان الاخطاء دي اخطاء الجنس البشري يمكن حصرها يعني السيادتك كده وانت بتكتب في مذكرتك اكتب ان الاخطاء دي ينفع احصرها ليه؟ والله انا بقول الاخطاء البشرية اللي ينفع العامة المشتركة بين الناس واحد واثنين وتلاثة واربعة حلو حلو تعالي لتاني نوع من الاخطاء او الاوهام او الاوسان او الاوهام او الاوثان اسمه ايه اسمه اوهام الكهف طيب في الاول يعني ايه كهف ها يعني ايه كهف يلا اللي عارف يقولي ومش طالب منك انت تقولي تعريف فلسفي بقى وتعريف علمي دقيق يعني نعم في يعني الكهف والله اعرف ان الكهف ده تجويف في قلب صخرة او بين جبلين حتى الانسان بيخش كان بيعيش فيها زمان زي مثلا الاوضة بالمفهوم الحديث بتاعنا ده ان حتة واسعة في وهو جبل يقدر هو يخش يعيش فيها بتحميه من اشعة الشمس ومن المطر ويوي كلام ده كل حلو يعني حاجة الانسان داخل جواها اه حلو طيب خد بالك خد بالك ان الانسان دايما سجين عقله سجين فكرته السجن هنا قبل ما يكون هنا بمعنى ان انت ممكن تكون مسجون السجن ده الطبيعي السجن التقليدي بتاعنا وتقلف كتب ويه وتسجل برامج وتعمل 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 اعمال كتير اقوي ومجرد ما تخرج تنشر كل ده وممكن تبقى حر طليق في الهوى رايح جاي كده من البيت للغيط ومن الغيط للمدرسة ومن المدرسة للمسجد ولمسجد للمستشفى وتركب مواصلات من شعبة في الانسان بس ده سجين مقفول مقفول عليه فالسجن سجن فكره طيب النهاردة لما نجي نتكلم عن اوهام الكهف قلنا اوهام الكهف كل واحد فينا ليه الكهف بتاعه الكهف ده ممكن يكون فكرة الكهف ده ممكن يكون عادة الكهف ده ممكن يكون تقاليد واعراف البلد الكهف ده ممكن يكون وهم او زي ما هو قاله هو فعلا وهم انت عايش فيه لوحدك ظن انت عايش فيه لوحدك بعيدا عن الكوكب كله بعيدا عن البنائد من كله يعني ببساطة كده مثلا 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 طب تعالي نشرحها عشان تفهم اللي سالة دي جايدة هدوك بص يا سي في التعريف الاوهامي الكهف بيقول لي ايه هي بتنشأ من التكوين الخاص من الناحية البدنية والزهنية لكل فرض واساليب التربية والعادة طيب طيب انا ليه بقول لك ده عشان تفهم اللي سالة جايدة بقية انا النهاردة راجل دخلت الكلية وتعلمت بقيت دكتور بقيت مهندس بقيت اي مكانة اجتماعية كويسة وعايش في الصعيد الجواني وجه حد اتقتل من العيلة تمام حلو يقول لك شيلة عشرة من دقيقتك وقتله خد بالطار يا عم في محاكم لا يا عم انت في اواضي لا يا عم يا اول محامي لا 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 اقتله زي ما اتل عشان اخد بالطار عشان اعرف هامش يوسط الناس وانا ايه وانا ارفع راسي باجه قدام الناس كده وانا اقتلت هل ده منطق في التفكير انا هقتل واحد هو هقتل التاني انا هقتل هاخد بقى انا اخويا ما يكفنش فيه اتنين تلاتة وهو اخوه ما يكفوش فيه اربعة خمسة ويفضل بحر الدم ده شكرا ليه لمجرد فكرة طب الكلام ده موجود في العالم كله لا موجود في مصر كلها لا يبقى هنا هنا الوهم ده او الخطأ من افقال من اخطاء التفكير ده ناتج عن ايه ناتج عن التربية ناتج عن التربية اسلوب التربية هم تربوا على كده وعداتهم كده وتقاليدهم كده وتحترم اي عادة واي تقليد في اي اقليم من قليل مصر هو على رأسنا ويحترم بس احنا ده كميسان للتوضيح يبقى في التعريف بيقول لي هو النشأة من التكوين الخاص من الناحية اللي ايه البدنية او الزهنية لكل فرد واسلوب التربية والعادات والتقاليد اللي هو تربع عليها وبيقول لي هنا بتمثل نقاط الضعف البشري في كل شخص التي لا حصرة لها يبقى اوهام الكهف هقولك ان اوهام الكهف لا حصرة لها تمام على عكس اوهام الجنس اللي اقدر احصرها ليه هنا مقدرش احصرها ليه تنسيبتك الخطأ اللي عندك في شخصيتك غير الخطأ اللي عندي غير الخطأ اللي عند عادل غير الخطأ اللي عند الكابتن غير الخطأ اللي عند مش عارف مين صحبي اللي عند مين اختي الى اخره فعشان كده هتبقى اخطاء كتيرة جدا لا يمكن حصرها ودي تختلف على حسب طبيعة وتكوين كل شخص اقرر بيكن ان ما يحيط بالفرد من ظروف زي المستوى الثقافي او المهنة ده بيؤدي الى ايه بيؤدي الى خطأ من اخطاء الانسان اللي انا بسميها اوهام الكهف بحصر عقلية الفرد في اطار معين طيب يعني ايه بحصر عقلية الفرد في اطار معين يعني لو انا النهاردة فلاح وعاوز احل مشكلة بحاول احلها بالادوات اللي انا بستخدمها في الفلاحة ولو انا النهاردة نجار واجهتني مشكلة محتاجة اداة بحاول اشوف اللي يحلها من الادوات بتاعة النجار وهكذا ليه البيئة المهنية بتاعتي وظيفتي شغلي اثر عليها في كده تمام زي مدرسين الفلسفة ربنا ما يوريك عشتهم كل حاجة يقعد يفكر فيها بشكل فلسفي وليه كذا وليه مش كذا وبعدها ايه ويقصد ايه وحاجة كده يعني ربنا يحفظنا واياكم كمان المستوى الثقافي والمهني بيفرض نوع من العزلة وكأن الفرد يعيش في كهف عايش جوه افكاره عايش جوه عداته عايش جوه تقاليده فعشان كده اسمه ايه الكهف الخاص به يديني امثلة وبيقول لي ان كل فرد كهف بيعيش جوه فهناك عقول هناك عقول تبدي اعجبها بكل ما هو قديم زي الجماعة بتقول الفلسفة الفلسفة قديمة فالشخص اللي بيحب كل حاجة قديمة ده شخص بيميل للفلسفة طيب وعقول تبدي اعجبها بكل ما هو جديد ده شخص علمي حديث السؤال هو انا ليه لما شفت الساعة القديمة مثلا ساعة قديمة زي دي لو ظهر عندكم مثلا ليه لما شفتها قلت ايه دي اجمد ساعة وليه غير لما شفها قال ليه عملها دي موديل قديم قوي اجيبها عمل بها ايه ده حتى مش ستايل ايه يبقى كل واحد هنا ليه طريق التفكير مختلفة كل واحد عنده افكاره المختلفة كل واحد عايش في كهفه المختلفة فيه عقول تالتة بقى ناقدا مالها بتعمل ايه قال لي دي اللي بتشوق طريقها في الوسط ما بين القديم وما بين الجديد قال له بحيث لا تطعن في الجيد القديم ولا تقلل من شأن الجيد الحديث يعني ما بتقولش ده القديم كله حلو ولا الجديد كله حلو بتقولش القديم كله وحش ولا الجديد كله وحش يقولك القديم فيه حلو وفيه وحش الحلو منه كذا والحديث فيه حاجات اعظم منه مثلا لما تيجي تقارن مثلا ما بين السيارات هجيب عربية مثلا 128 موديل سنة 60 جنب عربية مثلا موديل 2020 في اي موديل تاني اكيد الحديث افضل تمام؟ فيه حاجات القديم بتاعها افضل كتب مثلا هل تقارن الكتب القديمة بالكتب الحديثة؟ معظم الكتب القديمة قيمة طيب قليل او بعض الكتب الحديثة في نفس المجالات بتبقى ملهاش نفس القيمة دي يبقى النهاردة لازم اكون انا ايه شخص مفكر وشخص ناقد وقدر احدد ايه الحلو وايه الوحش ايه الحلو في القديم وايه الحلو في الجديد وهكذا طيب لما نختلف واحد يحب القديم واحد يحب الجديد واحد ينقض ما بين القديم والجديد يبقى كل واحد ديه افكاره الخاصة ديه وبيقول لي زي مثلا مثال اخر هنا مثال اخر هنا بيقول لي نجد البعض يسني على النظام الاشتراكي اللي هو ايام مين؟ ايام رئيس جمال عبد الناصر كان عامل حاجة اسمها النظام الاشتراكي احنا في الدولة دي فمشتركين فيها في اللي نحقق في ارضها ومواردها وفيه ناس بتقول لأ النظام ده مش صح ده فيه نظام احسن هو الرأس مالي اللي اقسسه مين؟ اللي اقسسه او اللي كان موجود في مصر في عهد الرئيس انور السادات قال لي نجد البعض يسني على فترة حكم السادات بنقول انه هو رجل السلم ورجل الحرب وانه هو الرجل اللي قدر يوقن قذ مصر ويطلع من طلع من حروب ويقدر يقومها على رجليها واحد تاني يقول ايه؟ لا ده هو اللي ضمر وهو اللي بوز وهو اللي اعترف باسرائيل طب هنا الاختلاف هنا ما بين واحد بقول الرجل ده حلم واحد بقول الرجل ده وحش ده رجع ليه؟ الاختلاف افكارنا يبقى اوهام الكحف بتختلف من شخص لاخر رجع لاتكوينه البدني والزهني والبيئة الثقافية والعادات والتقاليد اللي هو موجود فيها لحد كده الدين يا واضحة؟ سهلة وبسيطة؟ طيب اوهام الجنس البشري بيرتفق فيها معظم الناس لانها فطرية اوهام الكحف بيختلف فيها الناس لانها بتختلف من فرض الاخر بينقلي بعد كده على تالت خطأ، تالت وهم، تالت وسن، تالت صنم، اسمها اوهام السوق كلمة السوق جاية من هنا من ايه؟ بيقولك النهاردة بمثال بسيط لو انت سيادتك رايح تشتري حاجة من بيع لو انت رايح تشتري حاجة من بقال لو انت نازل تتكلم مع صحابك على القهوة مش بتتكلم معهم بطريقة علمية زي اللي العلماء بيتكلموها مع بعض لكن بتتكلم بلغة ممكن ما يكونش حد يفهمها غيركم انتو الاتنين عارف انت كده وقولك احنا فاهمين بعض بينا كيميا فتلاقي واحد رمج كلمتين راح تاني رمج كلمتين اللي حقولهم كلهم مش فاهمين اي حاجة بس هما الاتنين فاهمين بعض طب الباقي ليه مفهمش قال لي علشان اللغة اللي هما بيتكلموا بها دي مش مفهومة بالنسبة لها فاهم السوق هي الخاصة باخطاء اللغة وخد بالك ان بيكون عشار وقال دي اكتر الاوهام من حيث المتاعب صعبة جدا واكتر حاجة تتعب المفكرين تعالك كده واحدة واحدة في التعريب بيقول لي هي اخطاء يقع فيها الفرق نتيجة لاستخدام الخاطئ للايه للغة كان في مقاتل بيقول ايه دعوني فاني اكلوا العيش بالجبن اللي انت هتفهمه واحد بيقول انا عايز اكل العيش بالجبنة اللي هو العيش بتاعنا هكله بالجبنة ولكن هو كان في حالة حرب فقال لك ايه دعوني فاني اكل العيش اللي هي الحياة بالجبن اللي هي الصفة يعني كان مقاتل كويس طيب بيقول لي هنا في تكملة الشرح بيقول للناس يتقابلون ويتحدثون في مختلف الشؤون بلغة مشتركة حلو وكثيرا ما تكون بعيدة عن الضبط المنطقي يعني ايه بعيدة عن الضبط المنطقي يعني مثلا كده لما يجي واحد يقول لي ايه مستر احنا معدنا امتى اقول له انت معدك يوم الثلاثة ساعة ثلاثة تقول لي مستر طب ينفع احضر في مجموعة يوم الخميس اقول له اشتر تمام انا قلت له ايه اشتر حلو هو فهم ايه فهم ان خلاص تماما مستر موافق ان انا احضر اسم مجموعة يوم الثلاثة واحضر في مجموعة يوم الخميس حلو واحد تاني ممكن يفهم كلمة اشتر دي بمعاني كتيرة غير اللي انا اقصدها بس الطالب فهمها انا وهو بيننا لغة مشتركة فخلاص بقى هو عارف العشري معه من سنة اولى وتانية وصل معه لتالتة اما الشخص التاني ده واقف يتفرض كده هو اصلا علمي او مش طالب او هو رجل معدي في الشارع بالصدفة الى اخره هنا الخطأ اللي هو فهمه فهمه سابه بسبب الفهم الخطأ للغة اللي انا اصلا بقولها عادي والطلبة فهموني بيها وحفظوني بيها بس حد تاني مش فهمني حلو طيب تعال نكمل والرؤية هتتضح اكتر بيقولي في ظل هذه اللقاءات الناس اللي بتقابل بعض تفقد اللغة دلالتها وتعجز اللغة عن تحقيق وظيفتها ان الانسان هو الذي وضع اللغة من الوضع اللغة اللغة بتاعتنا كلها وضعية اللغة اصلا لغة وضعية يعني ايه لغة وضعية عشان انت تبقى شخص فهمان النهاردة مثلا انا اختراعت قالة للكتابة زمان كنا بنكتب بالايه بالريشة فروحنا بعد كده عملنا قلم فاطلقنا عليه كلمة قلم رصاص خلص بقى اسمه قلم رصاص تعرف عليه الناس على كلمة زي المعنى الاستلاحي اللي انا شرحته لك يبقى اللغة وضعية يعني الانسان هو اللي وضعها والانسان هو اللي عرفها حلو حلو وبرغم من ان الانسان هو اللي اختراحها وهو اللي عرفها وهو اللي حط اسميها اللي ان هي بتتعبه المفروض ان هو اللي عملها فهو اللي متحكم فيها بترجع هي وتتحكم فيه تعالي معايا واحدة واحدة يقولك بالرغم من ان الانسان هو اللي وضع اللغة ويظن انه قادر على ان يتحكم فيها كما يشاء تعود الالفاظ فتتحكم في العقل. مما اصاب العلوم بالايه بالفلسفة والسوفيستائية والجمود. يعني ايه السوفيستائية اللي هو الكلام الذي لاجد وله. حلو. ويراب بيكون ان من هذا النوع من الانواع او الاوهام او الاوسان هو اكثرها اثارة للمتاعب. اكتر حاجة ابتدائي. انجي مثال فبقول لي ان الطالب زيه زي المصمار. اللي اتنين ما بيعملوش غير ايه. بتدق على راسه. حلو. لما يجوا هتقول لي اكلت حزاء صديقي. او يجي لزوجة يقول لك اكلت حزاء زوجها. الناس ممكن تفهم ايه? زوجة اكلت حزاء زوجها عم عادل هتبقى ايه? قال لي اكلت النعل بتاعه الكدش بتاعه صح? قالك لا. اكلت حزاء زوجي يعني اكلت جنبه. اكلت حزاء صديقي يعني اكلت وانا قاعد جنبه. فهمان? فهمان? الناس اللي قاعدة ورا الشاشة فهمة? طيب. بيقول لي هنا كده? حزاء هنا بتاعني ايه? بتاعني بجانب وليس نعم. طيب. تضليل الاعلام للرأي العام والجمهور بيعتمد على المغالطات المنطقية التي نعبر عنها باستخدام اللغة. يقولون ان فلان رأيه خاطئ لانه كان فاسد رغم ان رأيه قد يكون صحيح. بمعنى النهاردة مثلا مثلا مثلا. لو انا النهاردة رئيس جمهورية. تمام? ربنا ما يكتبها علي يا رب ان شاء الله. لو انا النهاردة رئيس جمهورية واكتشفوا بعد فترة ان انا طلعت مثلا مختلس او سارق او ايا كان. فاعزلوني من الحكم. هل معنى كده ان كل اللي انا عملته غلط? هل معنى كده ان اي حاجة قلتها في يوم من الايام تتشطب لمجرد ان انا اتشلت من الحكم? لا. فالاعلام بيعمل ايه? بيقول ان الشخص ده شخص فاسد. شخص ظالم. شخص خاين. شخص كزا شخص كزا. وتشال. هل كده كل تاريخي راح? ما قلتش حاجة صح? اه هم بيقولوا كده. بيقولك ان هو طالما طلع فاسد خلاص يبقى كل اللي قاله في الزباد. معه. خليك منصف. وقول لي حاجات انا عملتها صح? لا. بنسمعها ايه? استخدام اللغة والمغالطات اللغوية. كلمني بعد كده عن حاجة اسمها اوهام المسرح. يعني ايه اوهام المسرح? تعال كده ببساطة ببساطة. لو سيادتك كده رحت علشان خاطر تتفرج على مسرحية. مسرح مسرح او اي مسرحية معروضة. تمام? ايه اللي بيحصل في المسرح? انت بتبقى قاعد قدام كراسي كتيرة كده. غالبا الصالة بتبقى طافية. وخشبة المسرح اللي بنواره. بتلاقي الممثل بيقدي وانت قاعد كده. فجأة كله بيعمل ايه? ايه 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 بيت حاجة. فجأة كله بيعمل ايه? بسقف. فجأة كله بيعمل ايه? يتشد كده ويتأثر الى اخره. انت هنا بتكون فعل ولا رد فعل? رد فعل. رد فعل. رد فعل للمين? للممثل هو يقول وانت تنفعل بالشعور اللي هو عايزك تعمله. يبقى انت هنا عقلك فين? واقف وهو اللي مش عقلك وبيحركك زي العرايس اللي بتتعمل بالخيوط دي. فقال لي اوهام المسرح اطلق عليها اوهام المسرح. قال علشان احنا كبني قدمين بنتأثر بالشخص المعروف والشخص المشهور وما ينفعش نيجي نقول كلام بعد منه. بمعنى اني مثلا عندنا في علم النفس مثلا عالم زي فرويد اللي عمل نظرية التحليل النفسي. عالم زي واتسون اللي عمل النظرية السلوكية. اي حد من العلماء دول او اللي كان لهم اسلامات عظيمة مينفعش افضل اقرر نفس كلامهم بدون تفكير. ولو اكتشفت حاجة جديدة ابدأ ابحث فيها واثبط ربما يكون اللي قابل مني هو اللي غلط. بدليل اني بيكون لما جيه عمل الارجانون الجديد كان بيوت تنقض فيه مين؟ ارستو. ارستو بجلالة قادره. ارستو اللي الكنيسة كانت اي حد يقول اي كلمة على ارستو ده كان بيبقى بالنسبة لهم ايه؟ خرر من الملة. فعشان كده انت لما جيت تنقض بقول لك خد بالك علشان انت لو وصلت لمرحلة ان انت تمشي ورا الناس لمجرد ان هي مشهورة او معروفة خلاص على كده انت وقفت عقلك فاحنا مش نجيب جديد. فلازم تنقض كل شيء. تعالى نشوف بالتفصيل. هو قال ايه؟ في اوهام المسرح. قال هي اخطاء ليست فطرية. حلو. مش من العنصر البشر. بتنشأ عن طريق ايه؟ قال لي التأثر بالمشاهير والمفكرين. طب ما عادي ما انا ممكن اتأثر بالمشاهير والمثقفين عادي والمفكرين. قال لي بس هنا الخطأ امتى ان انت بتتأثر بيهم دون نقد او تمحيص. ما بتنقضش كلامهم. ما بتعودش تنق كلامهم وتفكر فيه. وكأن الشخص في مسرح يشاهد الممثلين. الممثل هنا هو الشخص المفكر. والشخص هنا مقصود بسياتك. دون ان يكون له ضوء او يفعل شيء. فالناس في كل زمان يقعون تحت تأثير الاراء المنتشرة. والتأثير بالمشاهير والتسليم باراءهم دون شك. دي بتحصل في كل زمان وكل مكان. تعال كده بيدينا امثل على ده. وبيقول لي رفض علماء القرن السبعتاشر تصديق جاليليو في بعض الحقائق لان ارستو لم يقم بها. انت عم جاليليو جاي تقول ايه? جاي يقولك كذا. هو ارستو قال? لا. يبقى انت عم جاليليو مش هناخد برأيك. احنا هنرفضه. ليه? عشان هو معادي لارستو. يبقى تأثر بالمشاهير. سيطرت اراء دراوين على الكثير من العلماء فيما يخص نظرية التطور على ان الانسان من اصل ارد. تلاتة. تجذيب الكنيسة لكل فكر يخرج عن اراء ارستو باعتباره عبقريا لا يخطئ. ولهذا تم رفض اراء جاليليو بسبب اختلافه مع ارستو. تعال كده على الجانب الايجابي. يبقى في الجانب السلبي. قال لي الجانب السلبي هو عبارة عن اوهام او اصنام بيقع فيها البشر. سواء بسبب التربية او بسبب الطبيعة والتكوين. طيب. زي ايه الاوسان دي? قال لي اول واحد اسمه اوهام الجنس البشري. ودي فطرية بيعفيها كثير من الناس. هي اخطاء عامة ومشترك. اثنين اوهام الكهف. ودي بيعفيها كل شخص نتيجة لعداده وتقاليده ومهنته وثقافته. ثالث نوع اسمه اوهام السوق. وده خاص باللغة وده اكثر الاوهام من حيث المتاهب واسارة المتاعب. اخر حاجة اسمها اوهام المسرح. ودي التأثر باراء المشاهير دون نقد او تمحيص. حد كان ديني واضحة? طب انت كل كلامك سلبي? قال لي لا انا عندي جانب تاني اسمه الجانب البنائي او الجانب الايجابي. طيب انت عمي بيكن كل اللي عندك جانب سلبي وهدام بس? قال لا. انا عندي جانب اخر اسمه الجانب الايجابي او الجانب البنائي. طب الجانب الايجابي او البنائي ده بتعمله ازاي? قال لي بعمله في اربع خطوات. اول حاجة اسمها جمع. تاني حاجة اسمها ترتيب. تالت حاجة اسمها تحليل. رابح حاجة اسمها وصول. ايه? في الجمع بعمل ايه? بجمع معلومات. والمعلومات بجمعها عن طريق الملاحظة والتجربة. وبعد كده برتب المعلومات. برتبها في كم قايمة? تلاتة. قايمة اسمها حضور. وقايمة اسمها غياب. وقايمة اسمها تفاود. وبعد كده احلل. يعني اقول. الاسباب ايه? وبعد كده اوصل لقانون. تعال ناخدهم واحدة واحدة. قال لي اول حاجة. الجمع والمعلومات بيتم عن طريق الملاحظة. يبقى الملاحظة وجمع المعلومات. ويقوم الباحث بجمع كل المعلومات المتعلقة بالظاهرة. موضوع البحث. طب الظاهرة اللي انت تدرسها اداني مثال وقال لي ظاهرة الحرارة. طب هابدأ اجمع عنها ايه? معلومات. بجمع معلومات عن الايه? عن الحرارة. حلو. وابدأ بعد كده احط المعلومات دي ارتبها. هترتبها ازاي? قال لي تنظيم المعلومات وترتبها بيتم في ثلاث قايم. قايمة اسمها قايمة الحضور. وقايمة اسمها قيمة الغياب وقيمة اسمع قيمة التفاوت يعني ايه الحضور يعني الحرارة دي موجودة فين فبقول لي اضع فيها الباحث جميع الحالات التي تظهر فيها الظاهرة هي ظاهرة الحرارة موجودة فين قال لي موجودة في الشمس وموجودة في النار وموجودة في الأجسام الحية تلوح له قال لي تعالى بقى على قيمة الغياب الظاهرة دي بتغيب من ايه قال لي هنا بحط كل الحالات التي لا تظهر فيها الظاهرة طيب الحرارة مش موجودة فين قال لي مش موجودة في الامر ومش موجودة في الاجسام الميتة ومش موجودة في التلك طوله تمام طب التفاوت اللي هحط فيها الحرارة بتبقى موجودة امتى في الجسم ده بدرجة كبيرة وامتى بدرجة قليلة بتتفاوت حلو قال لي ويضع فيها الحالات التي ايه تتفاوت فيها الظاهرة زيادة او نقصا زي ايه قال لي تفاوت درجة جسم الانسان النهاردة وانت صاحي بيبقى جسمك درجة حرارته مرتفعة بتنام درجة الحرارة بتقل ولذلك محدش بيسقع وهو صاحي زي ما بيسقع وهو نايم ليه؟ لان الجسم في حالة حركة يبقى معنى كده الحركة بتسبب ايه؟ بتسبب ارتفاع درجة الحرارة او نشاط الجسم فييجي بعد كده بعد التنظيم يعمل لي حاجة اسمها تحليل المعلومات المعلومات اللي جات وردت في القائم دي عايزة حللها ووصل لحاجة يعني ايه؟ قال لي يعني بعرف ما تدل عليه بالنسبة لظاهرة الحرارة مثال قال لي نعرفت دلوقتي ان الحركة هي علة الحرارة يبقى الحركة هي سبب الايه؟ سبب الحرارة طيب اربعة الوصول بوصل ليايه؟ قال لي بوصل لتفسير او قانون وكل الخطوات اللي فاتت دي كلها الهدف الرئيسي منها ان نوصل لقانون القانون هو القانون او النظرية اللي انا باعتمده بمعنى انا بدأت اجمع معلومات عن المعادن ولقيت ان المعادن دي بتتمدد بالحرارة وعملت لها تجربة فوصلت في الاخر ان انا عندي معدن اسمه حديد حطيته تحت التجربة والتأسير بتاع الحرارة فتمدد ان حقس تمدد الالمونيوم تمدد فروح توصل للقانون بيقول ايه؟ كل المعادن تتمدد بالحرارة هي دي بقول ان الوصول الى تفسير علمي للظاهرة هو الهدف الايه؟ الهدف الرئيسي اصلا من دراست الظاهرة وبييجي في الاخر خالص بيقيم لي المنهج بتاع بيكن التقييم بتاعه كله على بعض ومنهج بيكن ده عامل ازاي؟ وجهة نظرنا فيه ايه؟ من اوله الاخر قال لي بص اسي تقييم منهج بيكن رأى بيكن ان منهج الاستقراء هو اهم وسيلة للكشف والاختراع وهو ده السبب اللي خلاه يرفض الاورجانون القديم بتاع ارسته ويعمل الاورجانون الجديد قال لي ويقودنا من الوقائع الجزئية الى تعميمات عامة طلوح الم اتنين قال لي لا يكفي للبرهنة على صحة التعميم ان يأتي مؤيدا بحالات متعددة لان حالة سلبية معارضة تفشل عملية التعميم والحالات السلبية طبعا بتبقى في اللي بتتعارض بتكون اهم في البحث العلمي من الحالات الايجابية لان هو ده لك بطريقة الاستباعدة عندي بيكن طيب القصة دي اربطها لك بايه؟ رقم اتنين ده اربطها لك باني قلتلك الحجة الاستنباطية يقينية لا تتأثر باضافة اي مقدمات لما قلتلك لو قلنا كل انسان فان وسكرات انسان اذا سكرات فان طيب لو قادرت مقدمات تانية قلت ان سكرات شكل وحش لو قلت ان سكرات من الفلاحين لو قلت ان سكرات من العرب لو قلت ان سكرات من اي حد هل ده هيتأثر نتيجة اتأثر به؟ قا لي لا حلو طيب لما جيت في الاستنباطية ITAR Jaget في الاستقرائي قلتلك اني معظم محامين الشركات ما لهم الكفاء واني مجدي محامي من محامين الشركات تبتلي اذا من المحتمل ان يكون هو ايه كفر طيب لو جيت قلت لك ان هو بيوجيد فن المرافعات هتزيد قوة لو جيت قلت لك ان هو بيكسب كل القضايا هتزيد قوة يبقى عالية الرجحية صح كده اه طيب لو قلت لك الحديد معدن يتمدد بالحرارة والنحاس معدن يتمدد بالحرارة الدهب معدن يتمدد بالحرارة ويقول تراك الالمونيوم معدن ولقينا ان هو لا يتمدد بالحرارة يبقى مقدرش في النتيجة او لك ايه اذا من المحتمل ان كل المعدن تتمدد بالحرارة انا عندي حالة واحدة سلبية عملت ايه ضمرتلي النظرية كلها بيقولك لان حالة واحدة سالبة بتعمل ايه بتفشل عملية التعميم مقدرش عمل والحالة السالبة دي اصلا عندي بيكون هي اهم من الحالات الايجابية لان هي دي لب الاستبعادة عنده رقم ثلاثة بيقول لي ان العلماء دلوقتي في العصر اللي احنا فيه ما بقوش يعترفوا بالقوائم دي ما بقيتش مستخدمة في ابحثهم حلو ولكن كان لي بيكون هو الفضل في علاء شأن المنهج العلمي التجريبي لانه كان هو صحب السق حلو اربعة قال لي عاب على منهج بيكون ان هو اخفى الخطوة مهمة اللي هي خطوة الفرد العلمي والفرد العلمي ده هو اساس الاختراعات في المرحلة الحالية واساس الوصول للقوانين وبكده نكون وصلنا لنهاية حصة النهاردة وتعالوا بقى علشان خاطر نشوف الجزء التاني وهو جزء حل الاسئلة جاهزين يلا بطل ورقة وقلم وتعالى معي بص يا سيدي اول حاجة في الاسئلة معي بيقول لي في السؤال الاول يقول ستربون في نص شهير بيقول في ايه في النص المتحف يشبه القصور الملكية حيث ان لهما ممر عمومي ورواق فيه مقاعد ودار متسع بها مطعم لعلماء المعهد يعيش هؤلاء حياة مشتركة ويشرف على امورهم وامور المتحف ذاته كاهن يعينه ملك توظف المقولة السابقة دور الاستدلال التمثيلي من حيث الاستعانة بفكرة ممثلة انه يقدم استبصارات للفرض العادي فقط انه يختص بالعلماء فقط انه ينطوي على شيئين من السهل اكتشافهم طيب هو النهاردة بيشبه لي ايه بيقول لي المتحف يشبه القصر ودي الكلمة الاساسية اللي لازم تبقى معي حلو دي اللي انا هبدأ ابني ايه ابني عليها جميل طيب ان المتحف بيشبه القصور يبقى بيشبه لحاجة بحاجة حلو يبقى دي اسمها ايه ممثلة حلو والممثلة هي ممثلة استقرائية فبقول لي هنا كده توظف المقولة السابقة دور الاستدلال التمثيلي هو الاستدلال التمثيلي بينطوي على شيئين من السهل اكتشافهم له من السهل كنا كنا اكتشافناها ولكن قلنا ايه من الصعب اكتشافهم زي ما قلتلك العلاقة ما بين قانون الازاحة والطف وما بين ان التاج ده مخشوش ولا مش مخشوش فمن الصعب اكتشافهم عشان كده هم بيكتصر على العلماء طيب يقتص بالعلماء فقط هخليها معيه انه يقدم استبصارات للفرد العادي فقط لا هو مش للفرد العادي فقط الاستعانة بفكرة ممثلة طيب تعال هنا بقى الاستعانة بفكرة ممثلة ويقتص بالعلماء فقط الشخص اللي قدم لي هنا في نص شهير وقال لي المتحف يشبه القصور الملكية ليه؟ حيث ان لهم ممر عمومي اللي اتنين لهم ممر اللي اتنين فيهم رواق اللي اتنين فيهم مقاعد ودار متسع اللي اتنين فيهم مطعم لعلماء المعهد حلو يبقى النهاردة انا حاولت اقول لك ان المتحف ده بيشبه القصور دي في واحد واثنين وثلاثة واربعة يبقى انا استعانت بايه؟ بفكرة ممثلة استعانت بفكرة ممثلة فالاجابة الصحيح هي ألف تعال على السؤال اللي بعد كده بيقول يقول فرانسيس بيكون الزهن البشري اشبه بمرآة غير مستوية تتلقى الاشعة من الاشياء وتمزج بطبيعتها الاشياء فتشويهها وتفسدها توظف المقولة السابقة احد اوهام بيكون المتمثلة في اداء العام المشترك بين انواع الانسان كلي الاستخدام الخاطئ للغة افتقاد الالفاظ دلالتها الحقيقية التأثر بنظريات القدماء دون تمهيس تعال هنا وترجم الاسئلة دي اداء العام المشترك يبدأ ايه اوهام جنس بشري استخدام الخاطئ للغة اوهام سوق افتقاد الالفاظ دلالتها الحقيقية برضو اوهام سوق تأثر بنظريات القدماء دون تمحيس ده ايه ها مسرح حلو طيب تعال بقى نستثني اولا هو جايب لي ايه اتنين في السوق يباخد بالي لان دايما لما بيبقى اتنين هنا بنسبة كبيرة اوي اللي اتنين خطر وجايب لي هنا جنس بشر وجايب لي هنا مسرح تبتعنا ندور فوق الزهن البشري اشبه بمرأة غير مستوية تتلقى الاشعة من الاشياء وتمزج بطبيعة الاشياء فتشوهها وتفسدها زكر شخص بعينه لا يبقى مش كهف هنا في ايه حاجة خاصة باللغة لا يبقى طارد في حاجة خاصة بالمشاهير لا طيار للمشاهير وطيار للاتنين بتاعها اللغة وطالما هي الدقي العام يبقى جنس بشري لانه وبتكلم عن الزهن البشري ككل هي دي الاجابة الصحيحة في السؤال اللي بعده بيقول لي يقفل في السؤال اللي بعده بيقول لي يقول فرانسيس بيكون الرأي للقائل بان الحواس الانسان هي مقياس الاشياء انما هو رأي خاطئ تدعونا المقولة السابقة للتخلي عن احد اوهام بيكون المتمثلة فيه تاني الاخطاء عام المشتركة ده ايه جنس بشري استخدام الخاطئ للغة سوق تأثر بنظريات القدماء دون نجل مسرح الوقوع تحت تحسير الاراء الراجحة خد بالك ان الاراء الراجحة بالزبط الرائجة بالزبط زي هي زي الايه زي نظريات القدماء مسرح حلو تعالى كده ايه اسف الوقوع تحت تأثير الاراء الرائحة اللي هي الشائعات اللي هي الشائعات تبني رأي لمجرد شهرته فدي مش مسرح دي هتبقى جنس بشري حلو طيب بيقولي هنا الرأي القائل بأن حواس الانسان هي مخياس الاشياء ده رأي خاطئ طيب الحواس مش رأي صح ده رأي خاطئ من وجهة نظر الشخص اللي بيقول طيب ده عايزنا نتخلى عن انه واحد ها اخطاء عامة مشتركة عند البشر ولا استخدام خاطئ للغة ولا التأثير بنظريات القدماء دون نجل ولا الوقوع تحت تأثير الاراء الرائحة طيب طيب لما يقولي هنا مش الحواس هي اللي مصبوطة وانه ده رأي خطأ معنى كده انا بستخدمش حواسي يعني انا بامشي ورا الناس بامشي ورا الناس يبقى ايه اراء مسرح اراء مسرح فلازم اتخلى عن اللي هي اراء المشاهد يبقى التأثير بنظريات القدماء دون نقد السؤال اللي بعد كده بيقول افتراض النظام او افتراض الانتظام والاطراض في الطبيعة دون التحقق الكافي منها يضل ما اصابك على احد الاوهام عندي بيكون متمثل في ايه يقولي افتراض الانتظام والاطراض شيء مطرد طبيعا دون التحقق الكافي منه يعني ايه يعني دون نقد ايه اللي انا كنت بقبله من غير نقد ها من غير مفكر فيه رأي المشاهد طب تعالى كده التصرف الحكم دون اساس متين ده ايه تصرف حكم فطري يعني ايه يعني جنس بشري الاستخدام الخاطئ لللغة على طول سوء نقاط الضعف في كل شخص على حدا الكهف التأسر بنظريات القدماء وتقدسها دون تمحيص ده ايه مسرح حلم اقول لك انا انا بخدها بدون ايه التحقيق الكافي يعني بدون ما تحقق فيها عشان كده هتبقى الاجابة ايه تأسر بنظريات القدماء وتقدسها دون تمحيص حد جاي الدنيا واضحة طيب من اللي جاي بقى عايز بقى تسادتك بعد اذنك انت اللي تحل انا هقول السؤال انت عمل استوب قول اجابتك وبعدين تعالى نجاوب مع بعض بيقولي الاوهام الناشئة عن ما ينطق به وشقا للتصورات العامية فتسيطر على تصورنا للاشياء فتوضع الاشياء غير موجودة تبرهن العبارة السابقة على احد الاوهام عند بيكن الذي يتمثل في ايه بيقولي هي اوهام ناشئة عن ما ينطق به يبقى عن الكلام فين هنا بيدلل على اللغة اللغة المشتركة نقاط الضعف البشرية بكل شخص التأني في الحكم التأثر بناظرات القدماء اللغة مشتركة بعيدة يبقى على طول ايه اول واحدة السؤال اللي بعده يقول فرانسيس بيكن البيئة التي نشع فيها الفرد تتمثل في التأثير الكبير لعوامل البيئة وثقافتها في عقل الانسان تدلل المقاولة السابقة على اهل الاوهام عند بيكم المتمثلة فيها انا النهاردة بعمل ايه البيئة اللي انا شابت فيها بتأثر علي الثقافة بتأثر علي حلو يبقى ده ايه اختلف من شخص الاخر يبقى ايه برده انا عندي الف وباق وجيم ودالل اخترقني واحدة برافا عليك باق يقول فرانسيس بيكن انا لا انتقص من قدراتهم اذ لا يعنيني في المذهب كله الا الطريق الذي يتبع تنقذ المقولة السابقة احد الاوهام عند بيكن الذي تمثل فيه الاخطاء المتربصة بالعقل البشري المسائل الاصلة لا دي ممكن تكون غلطة في الكتابة بس دي المتصرة البسائل المتصرة بكل شخص استخدام اسماء الاشياء لو وجودة لها الاراء المتضربة من المفكرين السابقين ترجم برضو زي ما كنا بنترجم يعني مثلا الاراء المتضربة من المفكرين السابقين دي ايه مسرح استخدام اسماء اشياء لو وجودة لها على طول وغاية ايه سوق المتصلة بكل الانسان كل الانسان دي ايه جنس بشري الاخطاء المتربصة بالعقل البشري ها جنس بشري ولك انا لانتقس من قدراتهم از لا يعنيني في المذهب كله الا الطريق الذي يتبع انا ما بنقص من قدر حد انا بقول الفكرة دي صح ولا غلط يبقى بنقض اراء الناس السابق يبقى على طولها تبقى ايه بالالاراء المتضربة اللي هي المسرح او المشاهير او السابقين السؤال اللي بعد كده والسؤال بيقول يتخذ بيكن من المثل القائل الاعرج على الطريق الصحيح يسبق العداء على الطريق غير الصحيح ويقصد بذلك ان من يتخذ الطريق الخطأ فانه بالضرورة يزداد ضلالا وبعدا عن المقصد الذي يسعى اليه ينقض بيكن اهد اوهام التي تنشأ من التكوين الخاص بالفرد التأثير بنظرات القدامات دون تبحيص وبود اللغة التباسها للتقدام الخاطئ للغة جاب للغة مرتين تفتكر لما يجيب للغة مرتين تبقى صح لا يمال اتنين بالنسبة كبيرة غلط طيب النهاردة بيقول لي الشخص اللي بيعرج في الطريق الصح هيوصل اسرع بالشخص العداء اللي بيجري اصلا في الطريق الغلط لان مهما يجري هو مش يوصل لحاجة لكن اللي بيعرج هيوصل بعد فترة بس هو مش على الطريق الصح يبقى ده ايه التكوين الخاص بالفرد ولا التأثير بنظرياته القدماء دون طمحيص ها طيب هنا انا لازم اجيب التكوين الخاص بالفرد ليه جايب لي فرق ما بين شخصين واحد عداء والتاني اعرجوا جايب لي واحد ماشي على الطريق الصح والتاني ماشي على الطريق الغلط اما التأثير بنظرياته القدماء دون طمحيص ده على طول ايه مسرح ملاهج دعوة فيش في القرنة السؤالة اللي بعد كده بيقول لي يقول بيكن ان العقل عليه ان يتطهر من اوهام تتجمع في القطأ الشائع وهو وضع مذاهب المحبوبة القرفية واوهام تعد شعارات تضليل الناس تشير المقولة السابقة الى نوعين من الاوهام عند بيكن وهم العقل عليه ان يتطهر من اوهام تتجمع فيه الخطأ الشائع وهو وضع مذاهب المحبوبة حلو الخرافية واوهام تعد شعارات تضلل الناس طيب دي على طول فيها مسرح دي على طول فيها مسرح اللي هو المشاهير انا عندي المسرح موجود فيه ادي القبيلة والكهف ادي المسرح والسوق مع ايه ادي الكهف والسوق مش مع ايه ادي الكهف والمسرح مع ايه انا عندي مسرح وسوق وعندي مسرح وكهف طيب العقل عليه ان يتطهر من اوهام تجتمع فيه الخطأ الشائع وهو وضع مذاهب المحبوبة القرفية واوهام تعد شعارات تضلل الناس هه يبقى الموضوع عندي مع المسرح سوق ولا مع المسرح كهف الارجح هي مع المسرح سوق ايه يقول ايه شعارات بتضلل الناس والشعارات لغة السؤال اللي بعد كده بيقول عندما يرتكب الطفل فعل خاطئ فيقوم والده بتهديده بالقول ان الغول والعنقاء سوف تعاقبك يوظف المثال السابق احد الاوهام عند بيكون المتمثل فيه الاول لازم نفهم ان الغول او العنقاء دي الفاظ ليس لها معنى يعني شيء اسطوري يعني شيء اسطوري يعني سيادتك النهاردة سيادتك النهاردة لما ايجا اقول لك العنقاء ايه العنقاء ده طائر اسطوري مش معروف طيب انت ممكن تتخيله ان هو تنين واحد تاني يتخيله ان هو سقر واحد يتخيله ان هو بيطلع نر منبق واحد يتخيله ان هو بيجري ويطير ويمش تحت الميا كده في حاجة معروفة لا يبقى كل واحد فينا يفهمه اطريقته يبقى فيه هنا فهم خاطئ ناتج عن عمود اللغة فين هنا بيتكلم عن اللغة تبني رأي لمجرد شهراته لا نقاط الضعف البشرية عند كل شخص لا الاستخدام الخاطئ للغة اه السؤال اللي بعد كده بيقول لي يقول فرانسيس بيكن انها عطلة العادات والتربية التي تقيد العقل وتأثيرها ودول المقولة السابقة على احد الوام عند بيكن عادات وتقاليد وتربية دي كانت موجودة فين موجودة في الكهف طب الكهف موجود فين الاراء الرائجة لا عجز اللغة لا فقدان الالفاظ لا وانما ضعف نقاط ضعف المشاريع في كل شخص على حدة لان اوهام الكهف تختلف من شخص لا اخر السؤال اللي بعد كده بيقول تقرير الدليل لاثبات المدول سواء كان ذلك من الاثر الى المؤثر او العجز او من احد الاثرين الى الاخر يجسد ذلك مفهوم الاستبلال الحجة الممثلة القضية تقرير الدليل يعني انا بقدم دليل واثبات على ايه لاثبات المدلول عايز اثبتلك حاجة سواء كان ده من الاثر الى المؤثر او العكس من امر الالتاني بحاول اثبتلك صحة واحد فيه ده هيبقى استدلال ولا حجة ولا ممثلة ولا قضية هل يبقى تقديم من دليل واثبات المدلول ده بيكون ممثلة طيب اللي بعده اذا غاب الهواء يغيب الصوت تصنف هذه العبارة الجانب الاجابي عند بيكون وهو ترتيب المعلومات ولا الملاحظة ولا القانون ولا تحليل البيانات بيقولك هنا لو غاب الهواء هيغيب الصوت يبقى لما ايجا اقولك اسألك السؤال بشكل تاني ما هو سبب غياب الصوت فسيادتك تقول لي غياب الهواء معنى كده ان انا قلتلك السبب طب السبب هنا في ملاحظة لا في قانون لا في ترتيب معلومات لا وانما في ايه تحليل البيانات يعني تحليل يعني بقول اسبابها زي ما قلتلك ان الحركة هي علة الحرارة السؤال اللي بعده بيقول لي كثيرا ما يتحيز الانسان للشواهد التي تؤيد فكري وترضي هواه لانه يميل اليها بغض النظر عن شواهد اخرى تتنافى معاها يعني بيشوف اللي شماشي مع ايه واللي مريح عقله ايه تجسد العبارة احد الاوهام وهيه القبيلة السوق اللغة المسرح خد بالك ان اوهام القبيلة بتساوي اوهام الكهف لو جابها لك حلو طيب دي كهف ولا سوق ولا لغة ولا مسرح الانسان بيقول ايه اللي بتؤيد فكره هو ترضي عنه يبقى القبيلة على طول السؤال اللي بعديه بيقول لي اوهام تتسرب الى عقول الناس من معقدات احدى الفلسفات ومن قوانين البرهان الخاطئ ايضا تجسد العبارة الجانب السلبي الذي انتقضاه بيكون المتمثل في ايه بقول لي اوهام تتسرب الى عقول الناس من معتقدات احدى الفلسفات حاجات قديمة موروصة ده بيبقى ايه اوهام قبيلة خيالات الكهف خداع السوق العيب المسرح العيب المسرح طبعا السؤال اللي بعده بيقول حدثة وقد اشتريت حزاء من محل واي واكتشفت ان سعره مناسب وموضع ثقة ولونه جذاب وقالبه ممتاز ومريح في الاستعمال لذا نصحت اختي بشراء حزاء من محل واي يوظف المثال السابق حجة استقرائية نستنتج من خلالها علاقة مبين شيئين ان هما بيتمثلان في كل الجوانب يتمثلان في بعض الجوانب يناقضان في كل الجوانب يختلفان في كل الجوانب هما بينقضوا لا بيختلفوا لا بيتمثلوا في كل الجوانب ولا يتمثلوا في بعض الجوانب نطلع فوق انا اشتريت الحزاء من المحل ده واكتشفت ان السعر مناسب وانه هو موضع ثقة ولونه جذاب والقالب بتاعه ممتاز ومرح في الاستعمال فنصحت اختي بشراء محل منين بحزاء منين من نفس المحل يبقى معنا كده ان هي تروح بنسبة كبيرة هتاخد حاجات سعرها مناسب او هي موضع ثقة او لونها هتلاقي اللون اللي عايزها يبقى تمثلا في كل الجوانب ولا في بعض الجوانب في بعض الجوانب وبكده تكون حصة النهاردة والجزء الثاني منها خلص جزء الازالة كنت مبسوط جدا 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 باللقاء معاكم وعايز اقولك نصيحة بلاش اقولك تعال اكتب لك نصيحة بمناسبة الالم الجديد قال احدهم ذات يوم هقولك مين احدهم قال ايه الفرد اللواسياتك يسمو يرتفع بسمو اهدافه انت ترتفع كل ما اهدافك تكون كبيرة فكن عظيم الهدف تكن عظيم الشأ والمقولة لصاحبها جمع العشري اللي بيحبك الفرد يسمو بسموه اهدافه فكن عظيم الهدف تكن عظيم الشأ كل ما كان هدفك عظيم كل ما كانت مكانتك في المجتمع عظيمة شخص نفسه يحكم مصر هيبقى شخص حاكم مصر شخصية عظيمة شخص نفسه يحكم العالم يوصل لحاكم العالم فهيبقى شخصية اعظم انت اللي بتختار مكانتك على حسب اهدافك فخلي اهدافك توصلك لاحلى حاجة بالدليل السلام عليكم